موسيقى قال عدد من المواطنين القاتنين في محافظة إربد لأسيما في المناطق القريبة من الحدود السورية ومنها لواء الرمثة إنهم باتوا يشعرون بقلق وانزعاج مستمرين جراء الأصوات المدوية الناتجة عن سقوط القضائف والقنابل والبراميل المتفجرة على الجانب السوري من الحدود وأضف هؤلاء المواطنون أن أصوات الانفجارات وأضواءها يمكن رصدها في مدينة إربد وقرى لواء بني كنانا وهم على هذه الحال منذ اندلاع الثورة السورية هذا ويخشى المواطنون على حياة أبنائهم لسيما بعد استشهاد المواطن عبد المنعم الزعبي قبل نحو شهر جراء سقوط قضيفة مصدرها الأراضي السورية على سوق في مدينة الرمثة نحن سكان مدينة الرمثة نحن نعاني من أصوات عالية شديدة الانفجار اللي بتأثر على من الجانب السوري بتأثر على الرمثة ومنعاني بشكل كبير كبير كثير والأصوات تها بترعب الأولاد وبترعب الأطفال والشيوخ أصوات مرعبة جدا الوضع مخيف جدا ما بننابش الليل حتى إحنا بسكان السوق بنحس أمرات أنه ذرب عندنا فوالله العظيم وآخر مرة صارت القذيفة عندنا ونصاب كمان واحد إحنا صرنا نخاف كثير يعني الانفجارات كأنها بلوب بالدور عندنا يعني بتهز الدور هز إشي مش طبيعي يعني صارت أدور على أمغارة على غرفة تحت الأرض عشان أنام فيها إحنا بيجي علينا هون قضايف والصوت الانفجارات اللي بتصير فينا عندنا هون بنسمع صوتها بتكون مزعجة للأطفال وللالكبار ومزعجة وبتسقط قضايف عندنا هون بالمنطقة طبعا فيه أماكن خالية من السكان وفيه مناطق بتيجي فيها عند السكان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر